السلام اليوم شاء الله أجبت لكم حلوة جديدة ورائعة في المنظر وكذلك بمكونات بسيطة فقط بثلاثة المكونات تقدري تحضري هذه الكيمية من الحلوة اللي لا بأس بها نتمنى إن شاء الله تجربوها غادي تجبكم بزاف بزاف خليكم مع المقادير أول حاجة بالنسبة للمقادير غادي نحتاجوا 250 جرام ديال الدقيق الممتاز أو ما يعادي لزوج الكؤوس ديال العنبة غادي نحتاجوا ثلاثة ديال متلاتات ديال الفرماج 150 جرام ديال الزبدة اللي تكون بحرارة المطبخ زوج ديال الصاشيات ديال الفاني للتنسيم غادي نسمو بها العجين ديالنا قبيصة ديال الملح وغادي نحتاجوا واحد الصاشية ديال الفلون بنكهة الشوكولة فأنا بنسبة لي استعملت هاد الفلون هذا اللي كان ضنكي ديال 30 ريال يعني شي حاجة اللي رخيصة ما شي غالية 6 جرام اللي كتكون فيه غادي نحض المكونات ديالي باش نجمعهم إما نحض بول بهذا الشكل أولا نحض قصرية غادي نوضع الزبدة ديالي وندير عليها شوية ديال الملح وغادي نحاول نخدم دوك المكونات ديالي مع الفانيلا أو السكر المنسم بالفانيلا نخدمهم مزيان حتى الزبدة ديالي تبالي باللي ولت على شكل بوماد يعني منطوعاني في الدية ومن بعد غادي نزيد الفرماج وغادي نستمر بنفس العملية أولا بنفس الطريقة وأنا كنخدم الزبدة ديالي حتى توليلي بحل شكل بوماد مزيان يعني توليلي مخدومة كما غادي تشوفوا معايا فانا غادي نخدمها مزيان وغادي نرجع لكم فمن بعد ما أخدمتها كي يكون هذا هو الشكل ديالها غادي نخد دقيق ونبدأ نديره بالتدريج فانا هنا تقريبا أخذت ليه ميتين قرام كانت تقريبا أخذت ليه ميتين قرام ديال الدقيق أنا كندخل وأنا كنخدمها بهذا الشكل ما شي كنعجنوها وإنما غي كندخلوا فيها للدقيق وما تخافوش منها يعني وخاء أنكم كتدخلوا الدقيق غير ما تدلوش لهديك العجينة ديال العجينة اللي كتعرفو فمن بعد غادي نقسمها على ثلاثة ديال الكورات باش كل كورة غادي ننسمها بنكها اللي أنا بغيت أو لا حسب الرغبة فغادي ناخد هداك الفلون ديالي وغادي ندير فيه واحد الكيمية من الزيت باش ما ينشفش ليه العجين ومن بعد غادي ناخد العجين ديالي ونحاول أنني ندخل فيها هداك الفلون ديالي كامل فهو راح كيعطيها اللون الأسود يعني ما نحتاجوش الكاكاو وكيعطيها كذلك النكهة ومن بعد إلى بنت ليا جارية يعني واحد شوية أو لديك زيت خلاتها ليا كتل ساسق نديدها واحد شوية ديال الدقيق ونحطها جانبا كيكون هدا هو شكل ديالها غادي ناخد العجين التانية أو للكورة التانية اللي غادي ندير فيها الزنجلان ممكن إذا ما كانت عندكم زنجلان أو لما بغيتوش تضيفوه فيمكن لكم تديرو البلاست الزنجلان هداك البرمي سيل شوكولا وكيكون هدا هو شكل ديالها من بعد ما كندخلو فيها الزنجلان وغادي ناخد العجين التالتة وغادي نحاول كذلك ندخل فيها فواحد الكيمياء من القشور ديال اللوز فأنا عندي هنا القشور ديال اللوز اللي كيما قلت لكم من قبل كناخدهم بعد ما كنخدم شي حلوة ديال اللوز أو شي حاجة باللوز كناخد داك القشور ديالها وكنصهدهم واحد شوية في الفران ومن بعد كناخدهم وكنطحنهم كنستعملهم هكا في الحلويات أو لفي الغريبات بزاف ديال الحويش فكينفعو بزاف 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 من بعد غادي ناخد العجينة اللولة او اللي درنا فيها نكهة الفلوم بالشوكولا وغادي نبدأ نشكلها بحال هاكا حربولة هفو كبيرة وغادي نبدأ نقطعها باش كتسهل عليها ونحاول دائما نقادها من الجوانب نديرها على شكل حربول وكنبدأ نحدد الجوانب حتى كنساليها كاملة كنوضعها في اللطا ديالي بالنسبة لشكل ديالها راه ما كيتغير ما والو يعني راه ما كيتنفو واحد شوية غير باش لعجينة مني كتطيب يعني ما كتبقاش من ضقصة اما حيث ما فيها لخميرة لاتشي حاجة فراها ما كتديفورماش لنا يعني ما كيتغيرش الحجم ديالها فغادي ناخد العجينة الثانية ديال زنجلان نرش واحد شوية ديال الدقيق لابنت ليا كتلساس قبره بسطح العمل ونحاول ما نكترش الدقيق بزاف سوى فيها سوى في العجينة الكحلة باش هكا ما تولي ليش شهبة غادي نشكلها حربول وغادي نقطعها بنفس الطريقة اللي قطعت بها العجينة الأولى غير هادي ما غاديش نخليها على شكل سيجار هادي غادي نحاول نديرها بحل بحل شكل ديال الهيلاليات او ديال الكعاب تقريبا نحاول نديرها بدك الشكل وغادي نوضعها في اللاطة كذلك إلا بغيت تخليها بنفس شكل يعني يبقى غير في ديكور اللي غادي تبدليه فممكن تخليها يعني ما تكترش على رأسك الخدبة ولكن نبدله شكل من الأحسن من بعد غادي ندخلهم الفران فأنا درتهم في الفران ديال الض اللي مسخن من قبل وشعلته من الفوق ومن تحت على مية وخمسين داراجة يعني النار ضروري تكون مهيلة باش هكام عشي تطيب لنا من الفوق وتبقى لنا من الوسط العجينة بقى طرية يعني باش تطيب لنا كاملة نشوف كاملة من الداخل ومن بره من بعد خديت شكل ثالث أو للعجين الثالثة شكلتها حربول وحاولت أني نضغط عليها بهذا الشكل نحلها غادي نعمرها باللوز وب الزبيب يمكن لكم ما تعمروهاش دا ما كاش متوفر عندكم اللوز باش هكا يعني تبقى شي حاجة اللي بسيطة وسهلة فقط كان متوفر عندي وحاولت أنني نديره فيها غادي ناخد العجين ديالي ونبدأ نسدها بهذا الشكل هذا ومن بعد غادي ناخد السيكين اللي يكونوا ماضي باش إلي جيت حتى في شيلوزا يقطعها ليه وغادي نبدأ نقطع بهذا الشكل هذا حتى نقطعهم كاملين بشكل متساوي وعد من بعد غادي نوضعهم كذلك في الفرن كنعتادر من بعد أكيب ما غادي نديرهم في البيض فأنا هنا كانت بقى ليه أصفر البيض من واحد الوصفة وقلت علش الله ما نضيعوش غادي نخدم به هاد الحلوة هادي لكن إذا كنتو غادي تحلو البيضة الأول مرة يعني باش تخدمو هاد الحلوة هادي فمن الأحسن نديرو أبيض البيض غادي ناخدوه وندوذها في أصفر البيض بهذا الشكل وغادي ندوذها في الكوكاو اللي ما محمر معوالو خضر خديته بقشرة ديالو بكل شي ليه وطحنتو مزيان بهذا الشكل حتى تهرمش وأبقيتك ندوذ فيه الحلوة ديالي وغادي نديرها في الفرن ونخليها كذلك حتى طيب مزيان من داخل ومن بره على نار مهيلة تقريباً كتاخد 15 دقيقة من بعد ما طابت لي الحلوة ديالي فكيكون هادا هو شكل ديالها والهيلاليات كيكون هادا هو شكل ديالهم غادي ناخد الحلوة اللي بالأسود أو اللي بالفلون ديال الشوكولة هي اللي غادي نخدمها الأولى فاخديت الشوكولة بيض وبتوفبها ماغي ودرت عليه واحد شوية ديال اللوز فأنا ما عنديش اللوز مهرمش فاخديت غير اللوز عندي عادي وحاولت نقطعه بالموس وغادي نبدأ ناخد بوحدة بوحدة نبدأ ندخليها هادا كالشوكولات اولا نبدأ نغمسها فهذا كالشوكولات مزيان ونستعن دائما بالفرشيطة باش هكا ما تهزليش كمية كبيرة من الشوكولات يعني الشوكولات ديالي ينزل تهزغل كمية اللي غادي تغطيها صافي وغادي نوضعها فوق ورق الفرن باش هكا ما يتخسر لي الشكل ديالها بالتحت وكذلك تهزلي بسهولة ممكن نديرو غير بلاستيكا اذا ما كشبتو فر عندكم ورق الفرن فغادي نستمر بنفس الطريقة حتنسلي الكيمية اللي عندي كاملة ديال هاد الحلوة ديالي وانا كنغمسها فالشوكولات الابيض وعاد من بعد غادي نبدأ نزينها بالشوكولاتة الاسود اللي درتو بلاستيكا بهاد الشكل وغادي ندير واحد قيبة تكون رقيقة وغادي ندير لي غاية بهاد الشكل او لخطوط مائلة في الجنب ديال الحلوة ديالي بهاد الشكل هادا وغادي نرشها بواحد شوية ديال العقيق الصفر فانا كننتوفر عندي هادا كشي اللي اجدرتو ديرو حسب المتوفر عندكم فقط كتافي ويبدو كلي غاية ديال الشوكولاتة راكي اعطوها منظر من بعد غادي ندخلها لتلاجة ونخليها تبرد على ما نوجد الحلوة ديالي التانية في التزيين فاخديت اللوز ودرتو على الشوكولات الاسود اخديت واحد الكيمياء دير الشوكولات الاسود بلا لوز لاني غادي نحتاجها باش نزين الحلوة اللي فيها الكوكاو قادي ندير فيها احتيا خطوط من الفوق بالاسود كما قادي تشوفوا معي ان شاء الله من بعد ما تطيب فكان اخد الحلوة ديالي وكندووزها بهذا الشكل هذا الشوكولات الاسود اللي يمدووه بلا بماغي او حمام مائي وكنحاول نسوسها واحد شوية باش يتحيد من اذاك الشوكولات الزائد وكنوضع لها واحد الحبيبات ديال العقيق او لا الجوهر كنظرن كيقولولوه فكان متوفر عندي كذلك وكنديرو لها من الفوق باش هكا كيزيدها واحد لما نيدر وكنحطها في ورق الفرن حتى كنسلي الكيمياء اللي عندي كاملة كنهزهم وكندخلهم للتلاجة ضغية ضغية كيبردو غادي نزينهم بالعقيق ونخليهم حتى نسالي الكيمياء اللي عندي كاملة عاد غادي نديرها في تلاجة باش ناخد الحلوة الثالثة او للشكل الثالث ديال الحلوة ونزينوها اشتركوا في القناة لها الحلوة ديال الكوكاو اللي غمسناها في الكوكاو فكان اخد البلاستيكا وكندير فيها الشكل وكنبدأ ندير اللي غايب هاد الشكل ممكن تديرو فوق من هاد اللي غايب الاسود ديروهم حتى بالابيض هدا بغيتو كيعطيها حتى واحد المنادر وكيكون هذا هو الشكل ديال الحلوة ديالي مبعد ما كنساليها ومبعد ما كيكرم عليها الشكل يعني كتعطينا واحد الكيمياء اللي لا بأس بيها طبيصي اللي نقدره نحطه في المائدة ديالنا نهار العيد وغير مكلفة وبصراحة كتوجد ضغية ضغية كانت منها ان شاء الله تجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعاليق اذا كانوا كيعجبوكم بحل هاد الوصفات نبقى نحطهم لكم ان شاء الله وبإذن الله نتلقوا ان شاء الله في فيديو قادم مع وصفة جديدة وسهلة خليتكم على خير الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة